طبعا بتفرق مع عالد كسار تحديدا انه كان زكي جدا وكان بيستطيع انه يصنع من المشاكل اللي موجودة عند الطبقة اللي تحت المتوسطة في المجتمع المصري مشهد كاملي فكان بيدحك الناس كان بيدحك الناس جدا فزا عصيته لدرجة انه نجيب الرحاني في مذكراته بيذكر فقرة جميلة جدا بيقول ايه ومدام مرسيل ربنا يسمحها بقى لما عرفت عن علي الكسار راحت جابته وخلته موجود في كازنه دي باريس والراجل لما راح لناك نجمه علي جدا لا هو كان بيشتغل كمان خلي بالك هو كان بيشتغل قبل ظهور نجيب الرحاني هو كان نجم سنة 1911 نجيب الرحاني كان في الوقت ده في السعيد فمن هنا بدأت بداية علي الكسار وكان زكي جدا بحيث انه بيجيب مجموعة من الراقصين والراقصات يعملوا حالة من البهجة في المصر طيب انا قلت كده في المقدمة ان كان في خروف دخل عليه في مستشفى المجانين اصلا ايه اللي قدامه مستشفى المجانين أساسا؟ هو الله حصل انه سنة 56 قبل ما يموت بالسنة او بالسنتين اتعمل معاه لقاء إزاعي فبيسألوا المزيع بيقولوا ايه أخطر وأطرف موقف صدفك قالوا والله في البدايات جبت خروف للأيد وما كانش عندي مكان احطه فيه فحطيته في الحمام وبعد كده حفدتي دخلت الحمام خافت منه جريت وثابت الباب مفتوح الخروف خرج من الحمام دخل على قط النوم شاف نفسه في المراية اتخض بيحسب انه خروف تاني فقعد ينطحه فكسرت المراية لما كسرت المراية دخل على المطبخ الظاهر كان العيش اللي فيها عطش لقى صفحت الجاز نطحها براسه بيحسبها ميا شربها الدلق جاره قال له ان تجري بالخروف ده على الاسعاف اتصل بالاسعاف وعمل له غسيل معده بالفعل اتصل بالاسعاف جات الاسعاف فين المريض اللي عايزين نعمل له غسيل معده فقال لهم المريضة هو قال لهم المريض خروف قال لهم اه الخروف شرب جاز وعايزين نعمل له غسيل معده قال له طب تعال انت والخروف وركبوله عربية وفوجئ انه داخل مكان ما يعرفوش يا جماعة ايه المكان ده بس هو كان معروف بقى جدا هو كان معروف لا كان دي في بداياته الحدوطة دي كانت في بداياته ما كانش يعرفوه غير اللي بيخش المسرح في ذلك الوقت كلام ده قابلو ظهور السينما فقال له انت في انت هنا حتتعمل غسيل معده فلما دخل للدكتور فالدكتور قال له مش انت علي الكسار الدكتور عارفو بقى بيحضر المسرح وكده قال له اه قال له ايه اللي جابك هنا انت عارف انت فين قال له لا انا جاي اخسل غسيل معده الخروف قال له غسيل معده الخروف انت في مستشفى الميجانين يلا خد الخروف بتاعك واطلع قبل ما يثبتوا عليك يعني الدكتور انقذه الدكتور انقذه الدكتور انقذه هو برضو بيبينلك بيبينلك مدى مدى البساطة الشخصية يعني يعني هو حتى لما علي الكسار كان بيلتزم او هو مقبل على الفطرية والبساطة بساطة الشعب وخفة ظل وخفة دمه ودي اللي خلته ياخد لقب رغم انه جاء جاء امه لا يجيد القراءة والكتابة تخيل لم يسعى الى هذا اللقب ولكن اعطيه الي صاحب الرفعة الوجيه علي افندي الكسار يا خبر ابيض يعني لم يحصل عليها شخص جاهل بالقراءة والكتابة هو لم يكن جاهلا وعيه كان عالي جدا حضرة صاحب الرفعة الوجيه علي افندي الكسار لم يسعى اليها كانت الناس اللي هي الامية ممكن تسعى بفلوسها وبعطيانها لانها تاخد البهاوية او بتاع لا هو خدها بذكاء وبفنه وبحب الناس له موسيقى